شارى مراقبون إلى تأثيرات خروج الجبهة الثورية من القوى الحرية والتغيير باعتبار أن الخروج من شهنه الانتقاص من عملية التوافق السياسي والذي يجب أن يكون شاملا ووجود خلافات داخل مكونات المعارضة الأمر الذي يتطلب تحركا سياسيا سريعا لرأب الصدع داخل أروقة المعارضة خاصة وأن المعارضة ستتحول قريبا إلى خانة الحكومة عاقب الاتفاق الذي تم اليوم مع المجلس العسكري تفاصيل في تقرير من ناوي إعلان بعض مكونات الجبهة الثورية ممثلة في حركتي العدل والمساواة جناح دكتور جبريل وحركة تحرير السودان جناح من ناوي اعتزامها التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري بمعزل عن قوى الحرية والتغيير بسبب ما أسمته الأسلوب الخاطئ والتهميش الذي مارسته قوى الحرية والتغيير للحركات المسلحة يؤكد وجود خلافات داخل مكونات المعارضة الأمر الذي يتطلب تحركا سياسيا سريعا لرأب الصدع داخل رويقة المعارضة قبل أن تتفاقم هذه الصراعات بشكل كبير يصعب معالجته خاصة وأن المعارضة ستتحول قريبا إلى خانة الحكومة عاقب الاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري الخلافات بين مكونات المعارضة داخل قوى الحرية والتغيير بحسب مراقبين ربما تؤدي إلى تجزئة التفاوض مع المجلس العسكري الذي سيجد نفسه مضطرا لمفاوضة كل مجموعة على حدة بما من شأنه أن يؤخر عملية السلام في البلاد فيما يرى آخرون أن تجزئة التفاوض ليست كلها سالبة فيمكن أن يدفع الاتفاق مع بعض الحركات المطلبية المجموعات المسلحة الأخرى للإسراعي في توقيع اتفاق سلام مماثل خاصة في ظل رغبة الجميع في الوصول إلى سلام شامل عقب إسقاط نظام البشر مآلات الأوضاع بالبلاد عقب الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتطلب توحيد الجهود لإحلال السلام بالبلاد فمهما كانت درجة الخلافات بين قوى المعارضة بمكوناتها المختلفة السياسية والعسكرية يجب أن يستغل الجميع المناخ السياسي الحالي بتصفية الخلافات قبل الدخول إلى الفترة الانتقالية حتى تستطيع الحكومة الجديدة تهيئة المناخ للانتخابات القادمة بعيدا عن هواجس الحرب التي ظلت تشكل عقبة أمام الديمقراطية طوال فترة الثلاثين عاما الماضية